أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم لفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ اللَّهِ رَاغِبُونَ صدق الله العلي العظيم نحن في أواصط سورة التوبة التي تسمى بالغاضبة أيضا قلنا أن هذه الآيات التي تلونا بعضها في الليلتين الماضيتين وسنتلو إن شاء الله في الليالي القادمة كلها تعالج صفات المنافقين والمنافقون كانوا كثيرون حول رسول الله في المدينة أو اللي أتوا بعدين بعد فتح مكة أو الذين أتوا من أطراف الجزيرة العربية وسكنوا في المدينة أو يأتون ويذهبون هؤلاء ثلّة من المسلمين في الظاهر لا يمكن لأي مسلم أن يتجاوز حده عليهم يعني بالنتيجة هم ضمن المجموعة المسلمة التي تعلن الإسلام ولكن في الخفاء هؤلاء كافرون وفاسقون وكانت مشكلة كبيرة في الوسط الإسلامي قلنا وأشرنا إلى بعضها القرآن يشير إلى صفاتهم قرأنا بعض هذه الصفات هذه الصفات التي نزلت في هذه الصورة وقبل هذه الصورة في صورة المنافقون في صورة البقرة أيضا حتى في الصورة المكية شفت أو كوي الشكل مو بس في الصورة المدنية الصفات تعين الأشخاص من لطف الله سبحانه وتعالى أنهم ما يكشف أسماءهم يعني كان يقدر يقول فلان وفلان وفلان هذول الزعماء فلان وفلان وفلان هذول كبار العشيرة الفلانية فلان وفلان فلان اللي جايين من مكة مثلا لا ما قال من لطفه عليهم ليش لأن إذا كان يقول إلا قرآن كان يصرح أو الرسول كان يصرح صلى الله عليه وآله كان يصرح كان يصير مشكلة داخلية حرب داخلي أزمة وتصير بها تهم ومشاكل فرعاية للمصلحة الاجتماعية السياسية الإدارية إذا صح التعبير لم يكشف الله أشخاصهم بالأسماء بعض الأصحاب كانوا يعرفونهم بعض الأصحاب الملتصقين بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعرفون أشخاصهم ولكن هذه الصفات اللي قرأنا بعضها في الليلتين الماضيتين ورح نقرأ الليلة وبعد تكشف بعد بالنتيجة الصفة مثلاً أنت الآن إذا بالسوق نمثل في المثال عادي إذا بالسوق واحد عُرِف وَاشْتُهِرَ وتصف بصفة الأمانة بعد ما يريد واحد يعين يعلن إعلان فلان ابن فلان أمين إذا شفتوا منه أمانة تقدرون تودعون أماناتكم عنده كما كان في زمن الجاهلية مع أنهم كانوا ضد رسول الله ولكن الرسول كان يلقب بالصادق الأمين فالصفات هي التي تعين الأشخاص صفات المؤمنين موجودة في القرآن صفات المتقين موجودة في القرآن وفي الروايات طبق نفسك عليها خلص هاي الصفات واحد يقراها فيشوف من من الأصحاب كانوا متصفين بهذه الصفات فهو منافق من من الأصحاب كانوا متصفين بصفات المتقين المخلصين المؤمنين المتقين خوني يصير واضح بعد ميري من تلك العلامات النفير إلى الحرب اللي قريناها البارحة أتصور أو أولة البارحة انفروا خفافا وثقالا ميرون ميجون واحد يجي يعتذر عند الرسول واحد يقول أنا عندي شبق مثل ما قلنا واحد يجي يقول أنا متورط بعائلة وهكذا من هذه الصفات التي قرأناها هذه الليلة في قضية الإنفاق الإنفاق على نوعين الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب تعرفون هذا الإنفاق الإنفاق الواجب الضريبة الإسلامية المحددة على كل المسلمين وهو الزكاة والخمس وزكاة الفطرة وما أدري الكفارات الفدية هذه الواجبات واحد مثلا ما صايم لعذر ما يقدر يصوم بعدين يدفع الفدية واحد عنده مثلا مشكلة السفر بعدين ما قدر يصوم أيضا لصحته وهكذا كفارات الزكاة والخمس والكفارات وزكاة الفطرة هذه الواجبات أكو شيء اسمه الإنفاق المستحب الإنفاق المستحب يعني علاوة على الزكاة والخمس والكفارات والواجبات واحد ينفق في سبيل الله هل هذه الآية تدل على الإنفاق الواجب أو الإنفاق المستحب الأحوط الجامح هم الواجب هم المستحب لأن قضية الزكاة إخواني نزلت آيات الزكاة أيضا في مكة بعض العلماء يقولون أنه الزكاة صارت واجبة في المدينة لا أنا شفت اليوم كثير من السور المكية أيضا فيها ذكر الزكاة وعادة تأتي مع الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكا هذه في السور المكية موجودة تقنينها انتفتوا هذا تاريخيا لطيف هذا تقنين الزكاة وجبايتها جبايتها يعني شنو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي مخزن لجمع الزكاة خب منه يروح ولا الزكاة جبايت جمعه جابي يروحون إلى المزارع إلى مكان المواشي إلى الأفراد اللي عندهم فلوسه واي يقولون تعالوا اعطيه طبعا قوة ما كانت يعني إذا واحد ما عطيه ما يقتله إلا في قضية استبعادين أذكرها إذا صار وقت علامة المؤمن شنو ذاك اليوم واليوم أيضا نفسي يصلي ويصوم ويزكي هذا هو قلب شنوبي إخلاص شقيد يقين شقيد احنا شعلين احنا علينا بالظاهر كثير من الإخوة والأخوات يسألون احنا لما نروح إلى المطاعم في البلاد الإسلامي ناكل أو لا يأكل ما دام بلد إسلامي خلاص بعد لتروح تنبش هيتحقق هذا منين إلا إذا صار واضح أن هذا اللحم مثلا محلال بذاك بحث آخر فبالنتيجة المظهر الإسلامي هو الصلاة والزكاة ذاك اليوم الصلاة في المدينة كان اجتماعهم في المسجد النبوي والمدينة صغيرة وفي كل بلد صار مسجد اللي يروح للمسجد يصلي بالحسينية يصلي بالديوانية يعني مو تارك الصلاة هذا هو ما عنده فلوس يدفع الخمس سواء عرف أحد أم لم يعرف أحد يزكي ففي المدينة صارت قضية تقنينية بيت المال صار والفلوس تجمع فيها في بيت المال الفقراء يجون ياخذون بعض الأقاد تزيد النبي يوزع على الكل هذه كانت موجودة في المدينة أما أصل الزكاة وين صار آياتها في مكة بدأت خب نرجع إلى الآية المنافقين ظاهرا شنو مسلمين بعد فلازم شيئيا يطلع منهم ظاهر يجي للصلاة ويزكي أول نشوف شنون كان يزكي بعدين نروح على الصلاة آيتين وراء بعض أنفقوا طوعا أو كرهن أيها المنافقون لازم تنفقون زكاة تطون خمس تطون ما أدري إنفاق مستحب تسوون قلنا على المستحب يشمل وعلى الواجب إما طوعا يعني من طوع نفسكم بإرادتكم أو كرهن يعني كرهن يقولوا ليش ما تطي زكاة يخجل يجي ينطي يخاف من الفضيحة يجي ينطي هاي يصير شنو كرهن هذي الإنفاق الطوعي جيد الإنفاق الكره وما يفيد مثل واحد أتصور ذاكر لبعض الأصدقاء قصته يقولوا واحد من العلماء هي سنكتة هذي بس صارت واحد من العلماء في بلد ما أعرفه بس ما أجب اسم البلد ولا اسم العالم ذكر لي من بعض أقربائه يقول إجياله واحد تاجر قال له سيدنا أنا أقلدك قال له خوف بارك الله ما يرجع وعلي خمس يقول خوف ما أقدر أدفع قال له ليش منقدر تدفع يعني أكو مشكلة صحية شنو يعني قال ما هيني الشيطان ما يخليني ماذا سوى كل ما نصح العالم المرجع ما فات قال هو الحجي التاجر قال لي عندي حل يقول المن يقول للمرجع عندي حل قال لي شنو الحل قال أنا أأمر أولادي حاجي لك هذا الصور أأمر أولادي يشدوني بالحبل هاي صايرة ترى يبدو الإنسان جيد كان بس الشيطان كان يستهوي يشدوني بالحبل في بيتي قال خوف قال أنت المرجع متواضع أنت تعال البيتي إذا أنا سبتك لتهتم إذا فشرت عليك لتهتم إذا قمت أصيح أنت معلك أكو صندوق آخر الغرفة كل خمس هناك لمخل الدنانير أو الدراهم أو التومان شمديني وين كان إذا إنك الشي لو روح خلص والأولاد يعرفون العالم فكر مع نفسه الوظيفة الشرعية شنو لازم يروح ما يروح ف الاستنباط وصل له قف مستحزلت الاستنباط وصل إلى هذه النتيجة أنه لازم يروح بعد لأنه هذا للفقراء وهذا خطية ما يقدر ينطي خلي أنا أروح باشر يروح باشر طلع بالبيت وراح بالغرفة وشاف إيه والله أولاد واكفين وشادين بالحبال وبس هذا شاف السيد المريض قام يسب منه قلق تجي هنا أنا إش عندك هنا ش تريد مني هو موصي أنه لدي ربال على الفشار مالي راح إلى الصندوق شال الدنانير أو التوامين ما أدري وراح باشر يوم ثاني هذا الحج اللي ما كانت نفس الطاوعة أجل العالم باس إيده باس رجله قال سيدنا أنت أنقذتني أنا نفسي ما كان الطاوعة خب هذي كره أو طاوعة لا أنا أتصور طاوعة لماذا لأنه أعطاه في التكتيك في برنامج أعطاه حتى يعطي الخمس يعني بس عنده مشكلة والدليل على ذلك أنه باشر أجل تشكر من السيد هذه نوع من القضايا أنفقوا طوعا أيها المنافقون أنفقوا طوعا أو كره سواء الطاوعة للمنافق هذا يقول مو هذا الحج هذا الحج متدين أنفقوا طوعا أو كره لن يتقبل منكم عجيب هذه جدا قوية وصارمة ونستجير بالله إذا نحن نكون العلماء تقبل منكم ونستجير في فلان منطقة سامعين لمكن هل هذه مقبول مننا أو لا الجواب لا ليش خوش عمل لا أقل الفقراء يحصلون شي لا بأس وإحنا إذا نشوف نحترمه لأنه يسوي في الخير ولكن الشرط القبول العقيدة إذا لن لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين فاسقين هنا ليس هذا الفسق المعروف الفسق المعروف يعني واحد مؤمن بالله واليوم الآخر وبالقيامة وكل شيء يسوي في المعصية هذا يسموه فاسق بعدين يتوب فاسق هنا يعني خروج عن الدين يعني من يعتقد هذا هاي الآية الأولى الآية الثانية وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم يعني ليش احنا منقبل ولا نتقبل نفقاتهم ليش وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم دليل يريد إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله دليل عدم القبول الله يقول دليل علم قبولنا أو تقبلنا من المنافق لأنه لا يؤمن بالله والرسول في عمق لا يؤمن يراوي نفسه مسلم وهي وحدة ثانيا هذا في القلب الله يدري عن قلوبهم في العمل قلنا القلب والعمل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ذول قالوا بلال يصيح في الأذان المسلمين في المدينة صغيرة هي يثرب يجون إلى مسجد رسول الله هذول من يجون أو يجون بكسل يعني بين بالقوة جاي حتى يراوي نفسه ضمن المسلمين حتى يحقن دمه إلا وهم كسالا بالنفق شلون ولا ينفقون إلا وهم كارهون بالكره بالقوة بالخجل بالرياء ينفق هذا ما إلا قيمة نحن نفس الشيء نحن إن شاء الله منافقين ولكن إذا واحد بالرياء سوى عمل ما يقبل منه طيب هذول عدهم فلوس هواية الخطاب للرسول ولكن إياك أعني واسمعي يا جارة فلا تعجبك يا رسول الله أيها المسلم أيها المؤمن تشوف عدهم أموال هذول أولاد عدهم عشيرة عدهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم عدهم عشيرة عدهم أولاد وكانوا عدهم قوة يعني وأموال وبساتين ومزارع إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون المفسرون في هذه الجملة فسروا بأشكال مختلفة جمعوا تلك الأشكال شنو بالنتيجة أنا لما أقول ما أجب كل الآراء يمكن عشر آراء أكو بها أجيب الخلاصة هذول عدهم أموال يعني متمكنين من الاقتصاد من السوق بيدهم المزارع بيدهم التجارة بيدهم صحيح خب النتيجة هذا عذاب لهم أو لا في الدنيا يعني إنما يريد الله يعني الله مطيهم مجال بسيحنا ما نريد نمثل بالأمور السياسية هواية من الدول مسيطرين على العالم خب شنو هذا بالنتيجة لهم زين أو مو زين خلاصة يحكي عن التاريخ ولكن نقدر نطبق على أصرنا أيضا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا أنت تتصور هذا المتمكن اللي عند أولاد وعند عشيرة وعند أموال هذا مرتاح لا هذا مرتاح ليش بعض المفسرين هكذا فسهوا أنه هذا دائما يفكر حتى لا يسرق أموالي وين أخليها البنك الفلاني يضطي أكثر إذاك يضطي أقل إذاك يمكن ينكسر يمكن أنكسر بالسوق كله في اضطراب أنا اللي ما عندي ما عندي اضطراب في اليوم أنا رحت عن تاجر خد مكان ما أقول وين عزمني على غدا رحت خب من باب تلبية الدعوة فرشوا السفرة أنا والتاجر وابنه خلوا هالقابقوش هالطمه ما دل شنو نتشان بدأنا نأكل أنا جدت آكل هو كان عنده جهاز هالقد إذا كل يوم كان طالع في الجهاز هسه صاير موبايل بعد نخليه عنده بالسفرة هاي طالع يريد يأكل لقمة ما يأكل هاي طالع حوالي ثلث ساعة نص ساعة أقول لحاجه أكل إيه خلي جفر بعد قلت هذا شنو تطالع انت قال هذا يبين سعر الدولار سعر الين سعر التومان سعر الذهب سعر الفضة كان لو جهاز أكوه شيء الآن خب الموبايل ات موجودة قلت خوب قل ده يسعر لازم بسرعة أخشري أو أبيع خلصنا الأكل قلت لحاجه تدري منو التذ من الأكل قل لي منو قلت أنا التذ من الأكل أنا أكلت لا عندي جهاز ولا عندي ذهب ولا عندي فضة مرتاح أنت بأعصابك كلها متوترة ولا أكلت دقمة زينة فبالنتيجة الأموال عذاب بها هذا نوع من التفسير لهذه الآية إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا آخر شلون وتزهق أنفسهم روحهم تزهق يموتون وهم كافرون المنافق الذي يجمع الأموال ولا ينفقها في سبيل الله أو إذا فأنفقها أنفقها للرياء والكره هذا يموت وهو كافر هذه صفة من صفات المنافق بعد التريون نعم من صفات المنافقين الشوية تبين عند بعض الناس أنه فلان منافق ترها فلان منافق بالمسجد ميقعد وياهم معاملة تجارية صفاتهم بينات في المدينة المدينة صغيرة فخافوا هذا لماذا خافوا خافوا لأنهم من ناحية لا يؤمنون برسول الله محمد صلى الله عليه وآله ولكن من ناحية ثانية يخافون أنه جبرايل ينزل يقول في التوتر عجيب كان عندهم في الحال من الخوف فالحال شنو الحال القسم يجون إلى المسجد ويجتمعون بالمؤمنين المخلصين أصحاب رسول الله ويحلفون الحلف في العرب وفي غير العرب أيضا حتى في غير المتدينين إلى قيمة إلى نوع من القيمة من الأهمية يعني إذا واحد حتى إذا أنت يعني تعرف أنه مو خوش آدمي بس إذا إجه وحلف قدامك أقسم قدامك أنت بالنتيجة تقبل منه تقبل منه تتواضع إليه تدري أنه هذا منافق ولكن الحلف إلى قيمة فهي ذول يتوسلوا إلى هذه الوسيلة منه المنافقين ويحلفون بالله إنهم منكم عفوا إنهم لمنكم لام لام التأكيد يجون إلى المسجد يقعدون مع المسلمين المخلصين المؤمنين أصحاب رسول الله يقولوا والله إحنا وياكم أخو إذا ويانا لماذا تجي للحرب لماذا تجي للجهاد لجي تجي للمسجد متأخر كسالة تجون للمسجد زكاة يردون الفقراء متضطي عايش لون المسلم أنت ويحلفون بالله إنهم لمنكم الله يقول وما هم منكم ديروا بالكم ذولا مو منكم يعني هذا الحلف المقدس عند العرب وعند غير العرب أيضا بس إحنا ذولا عرب بالنتيجة بالجزيرة الحلف مقدس عندهم يقول قيمة ديروا بالكم هذا الحلف كاذب يحلفون إنهم لمنكم وما هم منكم يعني ليش تيحلفون السبب شنو ولكنهم قوم يفرقون يفرقون يعني يخافون لأن صار الضجة بعد خصوصا بعد غزوة أحد غزوة أحد كان الفاصل المفصلي الحد المفصلي بين المنافقين والمخلصين لأنه صار علىني بعد طلعوا هناك وركبوا دوابهم وتركوا الرسول وشردوا وهذا صار نوع من العيان يعني صار فلذلك كثير منهم كانوا معروفين فلان ترى منافق فلان ترى منافق المخلصين يعرفوهم فالوسيلة الوحيدة الحلف القسم الله يقول ديروا بالكم هذا القسم ما يفيد ولكنهم قوم يفرقون الخوف سبب أن يأتوا ويحدفون أمامكم بدليل هذه الآية التي الآن نقراها جدا عجيبة ومو مبالغ لأن الله لا يبالغ الحقيقة يقول شوفوا هذول كانوا مع المسلمين يعيشون في المدينة عيدهم عشائر عيدهم قبائل عيدهم أولاد عيدهم تجارة عيدهم مزارع يعني اجتماعيا تجاريا أسريا مرتبطين مع بعض خب من ناحية لازم يرحون للجهاد ما يردون يرحون من ناحية لازم يزكي ويحمس ما يريد يخمس ويزكي من ناحية لازم يصلي ما يريد يصلي شي يسوي يدور يا ريت هذه الآية يعني يا ريت بس أقراها تتعجبون يا ريت أكفد ملجأ أروح له أخلص أخلص من هذوله خلق ليش ما تروح ما يقدر يروح ليش للمزارعة تجارته ارتباطات العالية دكاكينة فلوسة الأمانات هاي كلها مرتبطة ببعض بعض شوف الآيش قد دقيقة لو يجدونه يعني لا يجدونه لو للامتناع يعني إذا كان يجد من هو المنافقين ها لو يجدونه ملجأا ملجأ واضح معناته في المكان يلجأ له الآن وين يرحون يرحون للجوء لو يجدون ملجأا أو مغارات حاضرين إذا يدورون على مغارات مغارات جعم شنو مغارة ثقب في الجبال يعني حاضرين يروحون إلى المغارات يشردون غاية اثنين أو مدخلا مدخل أي مكان نفق نفق تحت الأرض يسمون مدخل إذا كانوا يدورون على مكان مريح يخلصون منكم ويخلصون من الرسول لولوا إليه يعني لهربوا إليه إذا كانوا يقدرون يتركون تجارتهم عوائلهم أولادهم دكاكنهم ولوا يعني يردون ينفصلون عن المجتمع الإسلامي أصلا من الوطن لولوا إليه وهم يجمحون يجمحون يعني يسرعون بسرعة يرحون هذه الحالة شلون يعني يعني حتى إذا يقدرون كانوا يشردون منكم ديروا بالكم فبالنتيجة ليسوا منكم هذا جسم ليس منكم الصفة الأخرى صفات نقل الصفات صفات المنافقين أدنى وقت بعد ومنهم من يلمزك في الصدقات هذه في حنين صارت وفي غير حنين شوفوا إخواني لما كانت تجي غنائم غنائم الحرب من الواجب على الرسول بأمر من الله سبحانه وتعالى أن يوزع الغنائم على المحاربين اللي جاءين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في الحروب يحصلون شنو غنيما ويوزع بالسوية ما يفرق يعني عجمي عربي ماكو فرق ما دام كان في الجهاد يوزع عليهم هنا صارت مشكلة أكو واحد يجي في إهانة سوى للرسول صلى الله عليه وفي قضية حنين أنا أخجل أن أقرأ هذه العبارة ولكن موجودة في كتب التفسير قال يا محمد اعدل اعدل يعني شنو يعني أنت مو عادل إيه المن دا يقول يصارح رسول الله حجة الله على الكون على الأرض النبي شنو أجاب قال صلى الله عليه وآله قال إن لم أعدل فمن يعدل شبيه هذه الجملة يعني إذا أنا النبي ما أعدل من هو اللي يمكن يعدل بعدين في الشيء صار هو هذا الرجل قال الرسول لأصحابي هذا راح يكون رأس الفتنة يعني تنبأ الرسول بعد سنوات راحت السنين وججة السنين طلعوا الخوارج هذا الإنسان صار رئيس الخوارج ضد علي أمير المؤمنين في قضية مفصلة لسا هاي الآية يقولون نزلت في حق هذا هذا أو غير هذا شنو كان بعض المنافقين هذولا كان يجون وقت توزيع الغنائم يلمزون الرسول اللمز والهمز متقاربتان اللمز يعني يعيبون على الرسول ينتقدون الرسول مثل هذا الإنسان الذي قال اعدل أو يتهمون الرسول يعني يقولون هذا يطل أقرباء أكثر من عدنه مع أنه الصدقاء أفوا الغنائم كانت توزع بالسوية ومنهم من يلمزك في الصدقات يعني عندما تريد توزع الصدقات يلمزك فإن أعطوا منها إذا شبعت رضوا يعني المعيار والملاك شنو أن تضطيه فلوس مسلم هو بس منافق إذا شبعت وعطيت الزيان فلوس يرضى وإذا لا ما أعطى هو شنو يعطيه كان يعطيه الرسول يريد زيادة بعد يريد بخشيش زيادة فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون سخط يعني شنو يعني غضب عدم رضا ما يرضى عنك أصلا يعلن عدم الرضا هذه من صفاته الله ينصحهم يقول وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِذَا كَانَوْ رَاضِينَ بِالْمِقْدَارِ اللِّي أَلَّا مَعَيِّنُ وَالرَّسُولِ يُعْطِيهُمْ إِذَا كَانُوا رَاضِينَ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ إِذَا كَانُوا يَقْدُونَ حَسْبُنَا اللَّهُ الله كافي إلنا الرزاق والله سيؤتين الله من فضله ورسوله هنا نفد إشارة إلى أن الرسول أيضا يعطي من فضله مو بس الله ينطيه يعني احترام وتقديل لمقام الرسول سيؤتين الله من فضله ورسوله إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ جَوَاب إِذَا مَا مُوْجُدَ هنا هذا من الأدب العربي البلاغ العالية في الأدب العربي يقول ولو أنهم إلى آخر الآية ماكو جواب لولو يعني كان خيرا لهم آي كان خيرا لهم مضمر أقرأ الآية مرة ثانية ولو أنهم رضوا فذول اللي يلمزون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله يعني كانوا قانعين وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِذَا كَالُهِ الشِّكْرِ يَكُنُونَ كان خيرا لهم هاي كان خيرا لهم محذوفة طيب الصدقات شيء والغنائم شيء هذه الآيات بعضها كانت عن الغنائم الآن وصلنا إلى الصدقات صدقات يعني شون؟ يعني الزكاة ما هو مصرف الزكاة لأنه الزكاة كان تجمع من المتمولين المزارعين التجار وايف لو صارت خب لازم قانون يكون إله القانون وضع في السنة التاسعة القانون أصل الزكاة موجودة الفكرة موجودة بيت المال صار الزكوات اجتمعت عند رسول الله إل من يوزع غدا يقرأ إل من توزعها بس نقرأ الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذا حكم شرعي بكرة إن شاء الله إن بقينا أحياء نفصل تفاصيلها صل على محمد وآل محمد أما الموعظة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الرجل وهو يوصيه فدو أحد يجي عند الرسول قال يوصيني يعني يعطيني موعظة فقال له الرسول أقل من الشهوات يسهل عليك الفقر يبدو كان فقير الفقير طبيعة يحتاج واحد يعطي صحيح لازم نعطي للفقير بس لازم يكون قانع أيضا إذا يريد الفقر يكون سهل عليك شي سوي أقل من الشهوات الشهوات الكثيرة اللي إنسان يتمناها يقللها الفقر يصير عادي عنده بس الفقر مو أنه أصلا ما عنده شي يعني وضع راتبه قليل خب شوية يقتصد وشهواته شهوات زوجته أولاده يقللها طبعا بشرط أن الزوجة تقبل أقل من الشهوات يسهل عليك الفقر الموت شهوية الموت صعب وأقلل من الذنوب يسهل عليك الموت الموت صعب ترى أنا في ليلة من الليالي أتصبر قائل لبعض الأصدقاء أنا قليل أشوف رؤية رأيت رؤية مفصلة جدا ما أذكر كلها رأيت الإمام الرضا صلوات الله عليه من الأسئلة التي سألته عليه السلام قلت يا ابن رسول الله أنا أخاف من القبر ومن الموت ومن سؤال منكر ونكير وهذا الأمور الموجودة في الآيات والروايات الإمام عليه السلام أجاب قال هي صعبة ولكن نحن لا نتركك فأحنا عملنا بشفاعة أهل البيت عليه السلام ولكن من الأشياء التي تسهل الموت على الإنسان شنو؟ هاي الرواية وأقلل من الذنوب الرسول يقول أقلل من الذنوب يسهل عليك الموت الموت يصير سهل وقدم ما لك الموضوع قال حول الإنفاق الليلة وقدم ما لك أمامك قدمه قبل ما تموت يسرك اللحاق به أنت تلحقه قلت كلمة لطيفة يسرك اللحاق به واقتنع بما أوتيته أنا رزقي هذا أكون قانع يخفف عليك الحساب أو يخف عليك الحساب ولا تتشاغل عما فرض عليك أكو فرائض عليها واجبات عليها لا أتركها وأقول مشغول كثير من الناس يقول ليش ما صلت والله شكرا مشغول بالدكان وصلي في نفس الدكان صلي ولا تتشاغل ولا تتشاغل عما فرض عليك بما قد ضمن لك الرزق مضمون أنت تركض أو متركض الرزق مضمون مقدارا فإنه ليس بفاتيك ما يفوتك الرزق ما قد قسم لك ولست بلاحق ما قد زوي عنك إذا الرزق يزوى عنك بتقدير الله كل ما تركض وراء متحصل وهذه التجربة صحيحة لكلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيق هذه الوصايا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له وعنة الوجود